موسيقى الى النشط المحلية والبداية من العنوين موسيقى علم بلادي فعالية لإحياء ذكرى الجلال موسيقى نشاط تدريبي لدو الشهداء واليتامة مهرجان بسم الطفل بشمعته الحادية عشر على مسرح دار الأسد للثقافة موسيقى الجوحر نسبيا مع غبار خفيف موسيقى الى التفاصيل اقيم في جامعة تشرين في اللادقية فعالية بعنوان علم بلادي واستحضر طلابي كبير حياء للذكرى الثامنة والسبعين لعيد الجلاء وتمسكا بعظمة الجلاء حاضرا ومستقبلا نحتفل في هذا العام وكلنا أمل بأن نحقق الجلاء والاستقلال بكافة معانيه أن نكسر الحصار عن سوريا ونحقق التقدم المعرفي والتقدم المهني والتعافي الاقتصادي كل هذه الأمور نعمل عليها كل حسب موقعه ومكانه نجتمع اليوم في حقيقة لنحي الذكرى التي أشرقت فيها شمس الحرية الذكرى التي تجلت فيها عزة الاستقلال ذكرى الجلاء ولنرفع تحية الإكبار لأرواح شهدائنا الأبرار الخالدين ولنرفع تحية الإجلال أيضا لجنودنا البواسل الذين كانوا وما زالوا حتى هذه اللحظة يسترون أروع ملاحم البطولة على أرض المعارك في هذا اليوم نتذكر ما قام به الأجداد والآباء الذين ضحوا بأرواحهم لتبقى سوريا حرة أبية خرج اليوم طلبة سوريا في كل الجامعات الحكومية والخاصة ليعبروا عن أهمية هذا اليوم الذي وصفه السيد الرئيس بشار الأسد بأنه ماضي العزة وحاضر الكرامة يوم جلاء المحتل الفرنسي عن أرض بلادنا الحبيبة منذ 78 عام نحن اليوم نوجه رسالة كما عهدها طلبت سوريا سابقا وحاليا ولاحقا هذا اليوم الذي نفتخر به نفتخر بشهدائنا الذين سطروا بدمائهم الأفضل أو ملاحم البطولة حتى جلاء هذا المستمر وما نراه حاليا سوريا معروفة ببطولاتها عيد الجلاء سيحدثنا عن ملاحم بطولية قام بها الناس من كل محافظات القطر في كل زاوي ومثل ما قال السيد الرئيس من أيام نحن نرث التحدي جيلا عن جيل اليوم سوف نرفع عالم الوطن لعالم الشامخ الذي نعتز به كل مواطن عربي سوري على مساحة الوطن الغالي هذه الفاعلية يقوم فيها شبابنا في الاتحاد الوطني لطلبت سوريا عند مبنى الجامعة قدمنا تضحيات من شان يظل العالم السوري مرفرف في جميع عنحاء جمهوري العربي السوري طبعا هو عيد الجلاء مناسبة كبيرة لنا جلاء المستعمر عن بلادنا وطبعا الصمود والتصدي لأي اسم مواجهات أو تحديات بتواجهنا كجمهورية العربية السورية هذه الوقف ما هي إلا تعبير عن سباتنا وصمودنا في كل ما تتعرض له بلدنا من تحديات صعبة احتضنت الجمعية العلمية السورية بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل نشاطا تدريبيا لذوي الشهداء واليتامة لتدريبي وتأهيد الأطفال من مختلف الأعمار وصقل مهاراتهم اطلقت الجمعية العلمية السورية المعلوماتي فرع اللازقي مبادرة المعلوماتية أداة أعمال من عام 2018 بالإضافة كان بـ 2024 أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعي والعمل حمل التشارك بالخير نحن كون جمعية علمية فنحن ننشر الخير عن طريق العلم عن طريق توطين التقنات الحديثة لدى الشريحة العمرية الصغيرة واللي هن الأهم بالمجتمع السوري ليهن الأيتام وزوي الشهداء نحن هون متل ما شايفة التدريب بالمخابر الجمعية بشكل مجاني كامل عم بيكون على علوم النمزج والمحاكات على علوم الروبوت ولغات البرمجة لتساعدهم إن كان بتحصيلهم العلمي ضمن مدارسهم وجامعاتهم بالإضافة لتمكينهم من خلال هاي المهارات العلمية بحصول على وظائف المستقبل بسوق العمل المحاورة اللي عم ندرب الطلاب عليها هي نفس محاورنا التدريبية بالجمعية سواء بالنمزج الرياضي بالروبوت ولبرمجة السكراتش طبعا الطلاب متل ما نكون شايفين تفاعلهم وحتى حماسهم عم نشوفهم عم بزيد يوم بعد يوم لما عم يكفوا بالتدريبات وعم يتعاملوا مع بعض حبيت كتير دورة النمزجة لأنه هي بتساعدنا لحتى نتنبأ بالنتائج المستقبلية قبل ما تصير وكمان هي بتساعدنا مشا نختبر أفكارنا حول نظام معين لنا شي عشر جلسات مناخد نمزجي بروبوت وعلمونا عنه أقسام الروبوت ومناخد بالنمزجي معادلات رياضيات حبيت أكتر شي برمجة الروبوت وتركيب الروبوت انطلقت يوم أمس فعاليات مهرجان بسم الطفل بدورته الحادي عشر على مسرح دار الأسد للثقافة والفنون باللادقية شكل قفزة نوعية في مجال تطور العروض الفنية في هذا المهرجان الحادي عشر هلأ نحن هذا المهرجان بدته أربعة أيام اليوم حفل الافتتاح باليوم الثاني لدينا مركز العلماء سيقدمنا مشاهد تربوية وعلمية هادفة جدا اليوم الثالث مسرحية علاء الدين والغول اللعين من إعدادي وإخراجي اليوم الرابع لدينا يوم خاص هذا إضافة جديدة للمهرجان يلي هو يوم المواهب يعني المواهب تتضمن أنشطة عامة من رسم من فصاحة من خطابة من غناء ويختم المهرجان بألمطربة محمد حلاق نحن مشاركين بعدة فعاليات أهم أطفال عمرنا خمس سنين بالمحافظات عنا عدة أطفال موهوبين عم يقدموا شيء بخص المعلم هاي تالت مشاركة إلي بمهرجان بسم الطفل المجاني ورح نقدم ثلاث رقصات من التراث الشعبي مشاركتنا نحن هي كل سنة منشارك بمهرجان الطفولة بمهرجان بسم الطفل من خلال عدود جنباز مختلفة إن كانت جنباز فني أو جنباز إيقاعي أو عدود هوائي أو أكروباتية نحن بتشكرون على هذا التكريم اللي هو ما بعتبره تكريم لألي بعتبره تكريم للمركز الإذاعي وتلفزيوني في اللاذقية اللي من خلاله نحن وعكبنا كل أعمال ونشاطات الجمعية اليوم رح نمشارك بالمهرجان بمشهدي بحكي عن سلبيات لوصال التواصل الاجتماعي عند الأطفال نحن اليوم جاي نرسم البسمة عوجه كل طفل كان عادق متل ما تعودنا كل سنة وقالنا مشاركة اليوم بمسكتش تواصل الاجتماعي مشاركة اليوم بمهرجان بسم الطفل عرأسة بالي لغنيت البنت الشلبية وهي خامل مشاركة الي بها المهرجان كل سنة بجي وبشارك وبقدم عرض مختلف بقدم مهرجان بسم الطفل عمشطة متنوعة في منها مثل الجنباز وغيرها طبعا الأكثر فقرة حبيتها هو الجنباز وأخيرا إلى أحوال الطقس حيث يشهد اليوم نشاطا ملحوظا للرياح الغربية خلال ساعات بعد الضور والمساء على المناطق الساحلية والغربية والمحافظات الداخلية والبادية يسبق ذلك طقس أقرب للصيفي حار نسبيا مع غبار خفيف ليلا تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض من المناطق الساحلية والغربية مع فرصة لزخات خفيفة ومتفرقة من المطر البحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج النشرة المحلية انتهت بأمان الله ترجمة نانسي قنقر